العزة السابعة ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رياستي والسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليسبتها ويعددها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا لكي ننال الروح القدس نحتاج إلى أن نؤمن بالبشارة الحسنة للماء والروح يسمى ربا عجيبا مشيرا إلها قديرا ربنا أشار إلى ذاته بأنه هو الطريق إلى السماء يسوع المسيح قدم هداية البشارة الحسنة لكل إنسان إلا أنه يوجد كثيرون في هذا العالم ما زالوا يعيشون في الظلمة يحاولون أن يهربوا منها لكنهم لا يستطيعون أبدا الهرب من خطاياهم لأنهم لا يعرفون البشارة الحسنة بدلا من ذلك يزبلون لإيمانهم بعقائد مزيفة في المقابل الذين ممتلئين ببركات الله ويبحثون عن الحق سوف يصادفون البشارة الحسنة ويعيشون بقية حياتهم ممتلئين ببركات الله أنا أؤمن أن برق خاصة من الله هي التي تجعني أساعدهم على أن يجدوا البشارة الحسنة وأن يتطاهروا من خطاياهم لذلك لو لا نعمته لكان يستحيل التحرر من الخطايا إذا تقابلنا مع الرب ونلنا الروح القدس فإننا نتبارك كثيرا جدا وللأسف لا يدرك الكثيرون أن بركة الله تأتي من الإيمان بهذه البشارة الحسنة إن بركة الله تنتج عن الإيمان بالبشارة الحسنة التي أعطانا إياها يسوع المسيح ابن الله الوحيد يسوع هو الشخص الذي يخلصنا من خطايا العالم وينعم علينا برحمته ليس هناك آخر يمكن أن يخلصنا من خطيانا أو يساعدنا أن نمحو الزنب الذي في قلوبنا من يستطيع أن يخلص نفسه من خطيانا ومن ألم الموت الأزلي الله يغبرنا توجد طريق تظهر للإنسان مستقيمة وعاقبتها ترك الموت أمثال الإصحاح السادس عشر الآية الخامسة والعشرون يقيم الناس لأنفسهم ديانات خاصة ويقودهم أنفسهم نحو الهلاك والموت أديان كثيرة تتفاخر بأنها تشدد على البر وتعرض طريقها الخاصة لتنفذ الناس من خطاياهم لتنكذ الناس من خطاياهم لكن بشارة الماء والروح فقط التي أعطاها لنا الرب هي التي تستطيع أن تخلصنا من جميع خطيانا يسوع وحده هو المخلص الذي يقدر أن يخلص الخطا من خطاياهم قال ربنا في يحنى الإصحاح الرابع عشر الآية السادسة أنا هو الطريق والحق والحياة أعطى جسده ودمه للذين في الطريق إلى الموت وأشار أيضا إلى نفسه بالطريق إلى الحياة الحقيقية يقول الله أنه إذا لم يؤمن الإنسان ببشارة يسوع الحسنة فلن يقدر أن يدخل ملكوت السماوات يجب أن نؤمن ببشارة الماء والروح وأن يخفر لنا خطيانا وأن نؤمن بأنهم مخلصنا لكي ندخل ملكوت السماوات زيت مرة في إسرائيل قديما وحدث في أيام أحوز ابن يوسيم ابن عزية ملك يهوزة أن رصين ملك أرام صعدة مع فقح ابن رملية ملك إسرائيل إلى أوروشاليم لمحاربتها فلم يقدر أن يحاربها إشعياء الإصحاح السابع الآية الأولى كان إسرائيل في الأصل أمة واحدة لكنه انقسم إلى مملكة في الشمال وأخرى في الجنوب وكان هيكل الله في أوروشاليم جنوبية اليهودية حيث كان يحكم رحب عام ابن الملك سليمان وبعد ذلك بقليل أقام يربع عام عبد من عبيد سليمان مملكة أخرى في الشمال وهكذا انقسم إسرائيل من ذلك الوقت تدهور الإيمان بالله أصبحت تدهور في الإيمان هو مصدر الأديان الهارتقية هذه الأيام لذلك صار يربع عام منشئ الهارتقات قام بتعديل شريعة الله حتى يحافظ على عرشه وبذلك صار أبا الهارتقات فقد ابتدع دينا مختلفا لشعبه في إسرائيل مملكة الشمال حتى أنه حاول أن يغزو يهوزة المملكة الجنوبية مر تقريبا مئتي عام ولكن العداء بين المملكتين لم يتغير لكن الله تكلم خلال إشعياء النبي قائلا لأن آرام تآمرت عليك بشر مع إفرايم وابن رملية قائلا نصعد على يهوزة ونقودها ونستفتحها لأنفسنا ونملك في وسطها ملكا ابن طبيقيل هكذا يقول السيد الرب لا تقوم لا تكون لأن رأس آرام دمشق ورأس دمشق رصين وفي مدة 65 سنة ينكسر إفرايم حتى لا يكون شعبا ورأس إفرايم السامرة ورأس السامرة ابن رملية إن لم تؤمنوا فلا تؤمنوا إشعياء الإصحاح السابع الآية الخامسة إلى التاسعة في ذلك الوقت تنبأ إشعياء بوحير من الله إلى الملك آحاز لكن الملك لم يكن يؤمن به كان آحازه قلقا تماما من أنه ربما لن يستطيع حتى أن يسمد أمام جيش آرام لكنه ارتعد من الخوف إسر سماعه تحالف آرام وإسرائيل معا لغزوه لكن إشعياء خادم الله جاء إليه وأخبره في أقل من 65 سنة سوف ينكسر شمال إسرائيل إفرايم والمؤامرة الشرية التي دبرها الملكين لن تتم أبدا أخبره خادم الله الملك آحاز أن يطلب علامة من الله اطلب لنفسك آية من الرب إليهك عمك طلبك أو ارفعه إلى فوق إشعياء الإصحاح السابع الآية الحادية عشر فقالوا فقال اسمعوا يا بيت داود هل هو قليل عليكم أن تدجروا الناس حتى أيضا ولكن يعطيكم السيد نفسه آية هل عزراء تحبل وتلدوا ابنا وتدعوا اسمه عمان وإيل إشعياء الإصحاح السابع الآية السلسة عشر إلى الرابعة عشر كانت هذه نبوته أنه سوف يخلص شعبه من خطيئهم من هو عدو الله الخطيئة هي عدو الإنسانية والخطيئة مصدرها الشيطان ومن هو المخلص من خطيئنا لا مخلص إلا يسوع المسيح ابن الله الإنسان له ضعفات جسدية متأصلة فيه لذلك تعذر عليه أن لا يرتكب الخطيئة فهو تحت سلطان الشيطان ما زال الكثيرون يذهبون إلى العرافين ويحاولون أن يعيشوا حياتهم تماما كما يرشدهم هؤلاء الأنبياء الكذبة هذا دليل المباشر على أنهم وقعون تحت سيطرة الشيطان لقد أعطى الرب برهان الخلاص لإشعياء قائلا إن عزراء سوف تلد ابنا وتسمينه عم نويل لقد كانت خطة الله أن يرسل يسوع في شبه جسد إنسان خاطئ ليخلص به الخطاء من ذل الشيطان وطبقا للنبوة جاء يسوع إلى هذا العالم كإنسان مولود من العزراء ومريم لم يكن يسوع قد جاء إلينا لكن ما نزاله نحية تحت حكم الشيطان لكن يسوع جاء إلى هذا العالم وتعمد من يحنى وميت على الصليب لكي يعطينا البشارة الحسنة التي تخلص الخطوة من خطاياهم لذلك آمن كثيرون بالبشارة الحسنة نالوا مغفرة خطاياهم وصوروا أبناء الله حتى في يومنا هذا كثير من اللاهوتيين يتجادلون حول ما إذا يسوع المسيح هو الله أم إنسان يقول اللاهوتيون المحافظون إن يسوع هو الله لكن اللاهوتيين الجدد يردون محتجين بأن يسوع كان ابنا غير شرعي ليوسف يا له من الدعاء الدعاء يرسى له بعض اللاهوتيين الجدد يقولون أنهم لا يستطيعون أن يؤمنوا بأن يسوع كان له القدرة على أن يمشي على الماء يقولون أن يسوع مشى بالفعل على ربوة منخفضة على مرمى البصر على مرمى البصر وعندما رأاه تلاميذه من بعيد ظنوا أنه كان ماشياً على الماء إن الحاصلين على درجة الدكتوراه في الدراسات اللاهوتية حالياً والذين ينتمون إلى مدارس اللاهوتي الجدد ليسوا جميعاً من رجال اللاهوتي البارزين معظمهم يفضل أن يؤمن فقط بما يستطيع أن يفهمه من الكتاب المقدس مثال آخر يقول الكتاب المقدس أن يسوع أطعم خمسة آلاف رجل بخمسة خبزات وسمكتين لكنهم ما زالوا متشككين للغاية فيما يتعلق بهذه المعجزة إنهم يفسرونه على هذا النحو كانت الجموع تدبع يسوع ثم أخذوا يشعرون بجوع شديد لذلك طلب يسوع من تلميزه أن يجمعوا كل ما يتبقى من طعام فجاء إليه طفل وأعطاه طعاماً طوعاً مما جعل الكبار يتأثرون ويخرجون طعامهم لذلك بعدما جمعوا كل الطعام وأكلوا تبقى عنهم إثنى عشر تسلة مثل هؤلاء اللاهوتيين يحاولون ببساطة أن يكيفوا كلام الله ليتلاءم مع فهمهم المحدود جداً إن الإيمان بحقيقة الله يعني ببساطة الإيمان بالبشارة الحسنة التي أعطاها الله فالإيمان لا يعني أن نصدق شيئاً لأنها يبدو معقولاً ونتقاعس على أن نصدق شيئاً آخر لأنه لا يبدو كذلك سوى كنا نفهم أو لا نفهم يجب أن نصك فيه ونقبل كلامه كما هو مكتوب حقيقة أن يسوع جاء إلينا كابن الإنسان يعني أنه أرسل ليخلصنا من جميع خطياناً يسوع والله جاء إلى هذه الأرض ليخلصنا تنبأ عنه إشعياء بأنه يأتي إلينا كابن إنسان مولود من عزروق وفي تكوين الإصحوحة الثالث الآية الخامسة عشر قال الرب الإله للحية وأضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها هو يصحك رأسك وأنت تصحكين عقبتي عقبه هذا يعني أن الله قد خطط أن يرسل يسوع في هيئة إنسان كمنقذ لنا ليخلص البشر من خطيانهم مكتوب في الكتاب المقدس أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هاوية؟ أما شوكة الموت فهي الخطيئة وقوة الخطيئة هي الناموس كورونسوس الأولى الإصحوحة الخامس عشر الآية الخامسة والخمسون إلى السادسة والخمسون شوكة الموت هي الخطيئة عندما يخطئ الإنسان يستعبده الموت لكن الرب وعدنا نسل المرأة يصحك رأسك وهذا يعني أن يسوع سوف يكسر شوكة الخطيئة التي أتى بها الشيطان جاء يسوع إلى هزل عالم تعمد لكي يمحو كل خطايا العالم وصلبة وودينا لأجلها لقد خلص كل الذين يؤمنون بالبشارة الحسنة من خطاياهم لما أخطأ آدم وحوى وعد الله بأن يخلص البشر من سلطان الشيطان في عالمنا المعاصر عداء الله هما الذين لا يؤمنون بالبشارة الحسنة لماذا ولد يسوع في هذا العالم؟ أعطانا الله الناموس والبشارة الحسنة يخلصنا من خطيانا تحت ناموس الله أصبح الناس خطافي محضر الله كذلك أعطى الناموس لكي يعرف الناس خطاياهم وعندما أصبح الناس عبيدا للخطيئة وللناموس نفسه أتى ربنا إلى هذا العالم ليتمم متطلبات برن ناموس يسوع ولد تحت الناموس ولد في عهد الناموس سبب حاجة الناس إلى الناموس أنهم احتاجوا أن يعرفوا خطاياهم لكي ينالوا غفرانها الناس يخسلون وسخ ملابسهم فقط عندما يدركون أنها متسخة بالمثل لكي يكرر الناس بخطاياهم ينبغي أن يعرفوا ناموس الله إذا لم يكن هناك ناموس لن يكون هناك أي معنى للخطيئة وما كان اليسوع أن يأتي إلى هذا العالم إذا كنت تعرف ناموس الله فإن لك فرصة كانت قابله عرفنا الناموس لذا صرنا قادرين أن نعلم خطيئنا فقط بعدما عرفنا بخطيئنا أتى إلينا يسوع المسيح بالبشارة الحسنة حتى نؤمن بهم اللي لم يعطينا الله الناموس لما كنا خطا وما وجد حساب لذلك أعطانا الله الناموس وقدم لنا البشارة الحسنة ليخلص كل الخطا من خطيئهم الناموس الذي يجب أن يوجد بين الخالق وخليقته هو ناموس الله للخلاص هذا هو ناموس الحب قال الله للإنسان وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها لأنك يوما تأكل منها موتا تموت تكوين الإصحاح الثاني الآية السابعة عشر كان هذا هو الناموس الذي منحنا الله إياه وأصبح الناموس أساس الحب الذي به خلصنا الله جميعا من خطيئنا أساس ناموس الخلاص في مغفرة خطيئنا الله يغبرنا أنه خالقنا وأن كل شيء وجد حسب مشيئتي هذا يعني أن الله هو الكائن المطلق وأنه يجب على الناموس أن يؤمن بناموس الخلاص الذي تم بواسطة البشارة الحسنة الله الغير محدود صلاحه غير محدود إن حب الله لهذا العالم هو الذي حسه على أن يقدم ابنه الوحيد زبيحة لأجلنا الذي صار المخلص لجميع الخطوة إذا كان الله خلقنا ولم يعطينا البشارة الحسنة ليخلصنا من خطيئنا لكنا اشتكينا عليه لكن الله أراد أن يخلصنا من هلاكنا لذلك وضع ناموس الخلاص بسبب الناموس استطعنا أن ندرك خطيئنا وبمعاينتها مباشرة بدأنا نؤمن ببشارة يسوع الحسنة عندما ننتهي بكلمة الله نظهر خطوة أمام الناموس وبعدها ننحني كلنا نحن الخطوة ونتوسل رحمته بغفران الخطيئة أمام الله ولد يسوع من امرأة وجاء إلى هذا العالم ليخلص البشرية من الخطيئة جاء يسوع إلى هذا العالم كإنسان ليتمم خطة الله لنا نحن نؤمن ببشارته الحسنة لذلك نحمد الرب يشكل بعض لميزة خلقاني الله هكذا هشا حتى أنني سقطت بسهولة في الخطيئة وتألمت كثيرا بسبب آسامي لكن الله لم يردنا أبدا أن نتألم لقد سمح لنا بالألم لأننا شككنا في بشارة يسوع أعطانا الله كل من الألم والبشارة الحسنة حتى نأخذ نحن أولاديه نفس السلطان الذي له هذه كانت خطته لكن الشياطين تقول لا لا الله ديكتاتور انطلق وعش كما تشاء كن مستقلا ابني مستقبلك بمجهودك تحاول الشياطين أيضا أن يمنعون البشر من أن يؤمنوا بالله لكن الذين يختارون أن يعيشوا بعيدا عن الله يعقون خطة الله للخلاص جاء يسوع إلى هذا العالم ودعا الذين تحت سلطان الشيطان ليتبرأوا من خطياهم فلا ينبغي أن نعيشوا بمعزل عن الله ولد الإنسان خاطئا مصيره الجحيم لا توجد حقيقة على الأرض لا تتغير ولكن البشارة الحسنة من يسوع هي الحقيقة السابتة لذلك يمكن أن يعتمد الناس على هذه الحقيقة ليتحرروا من سلطان الشيطان لقد ورست الإنسانية خطايا آدم محوة ولو لا تدخل المسيح لكان مصيرانا نيران الجحيم لكن بفضل زبيحته نال الإنسان بركة السلطان في أن يصير ابنا لله ولكن لا يكون الظلام للتي عليها ضيكم إشعياء الإصحاح التاسع الآية الأولى أرسل الله ابنه إلى هذا العالم ومجد الذين يؤمنون بالخلاص الحسن الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما الجلسون في أرض زلال الموت أشرك عليهم نورا إشعياء الإصحاح التاسع الآية الثانية اليوم تحقق هذا الوعد لكم ولي بالإيمان بالبشارة الحسنة الحسنة لنا بركة الحياة الأبدية التي لا يمكن أننا لها على هذه الأرض يسوع المسيح خلص البشرية من كل خطايا العالم والذين يؤمنون بالبشارة الحسنة أعطاهم الحياة الأبدية وملكوت السماوات أشرك بنور البشارة الجميل أشرك بنور البشارة الجميل على من كانوا يائسين الإنسان قد بوب يوجد قليلا في هذا العالم ثم يختفي سريعا حياته تشبه النباتات والحشائش الموسمية العجب يحتفظ بقدرته على الحياة لشهور قليلة خلال العام ثم يختفي وفقا للتدبير الإلهي الكل باطل في حياتنا بدون معنى كهذا العجب لكن الله وهب البشارة الحسنة لنفوسنا المتعبة وببره جعلنا أبنائهم يا لها من نعمة عجيبة حياتنا التي بلا معنى هذه صارت حياة أبدية بفضل محبة الله لنا ونيلنا أيضا بركة استحقاقه أن نصير أبنائه أعرض هنا اعتراف روح تقنيلة نعمة الله بالإيمان بالبشرة الحسنة ولدت الأسرة لا تؤمن بالله لذلك نشأت وأنا أظن أن أمي تفعل حسنا بأن تصلي كل صباح لآلهة السماء والأرض وأمامها وعاء به ماء من أجل خير أسرتي كنت أكبر ولم أكن أعرف كيمتي أو السبب في وجودي الذي جعلني أعتقد بالفعل بعدم أهمية أن أحيا أو أموت عشت منعزلا لأنني لم أكن مدركة لكيمتي أتعبني هذا الإسلوب من الحياة لذلك عجلت بالزواج كانت حياتي الزوجية جيدة لم أتمنى أي شيء لذا عشت حياة الهدوء والسكينة ثم أنجبت طفلا وقتها بدأت أشعر بالحب ينمو في داخلي بدأت أتخلى عن رغبات الأنانية لكن خفت أيضا أن أفقد المقربين مني لهذا بدأت أبحث عن الله كنت هشا وعاجزا ومن ثم احتجت إلى كائن غير محدود يرعى من أحبهم بدأت أواظب على الكنيسة لكن كان إيماني مختلفا قليلا عن إيمان أمي إذا كانت تصلي أمامه عائم به ماء أما صلوتي فاعتمدت فقط على مخاوف وأماني غامضة ذات مرة حضرت أحد الاجتماعات الصغيرة التي تقام في الكنيسة المجاورة وبينما كنت أصلي أخصة الدموع تتساقط من عيني شعرت بالإحراج وحاولت أن أكف عن البكاء لكن استمرت دموعي تنهمر الناس الذين حولي قاموا بوضع أيديهم على رأسي وهنقوني على نوالي للروح الكدس لكنني كنت لم أكن وثقا أن تلك القوة كانت من الروح الكدس الكنيسة التي كنت أذهب إليها كانت من ضمن الحركة الخمسينية الكريمة زماتية وكان هناك كثيرون لهم اختبارات مثلي وكل شخص تقريبا كان يتكلم بألسنة في يوم من الأيام دعيته إلى أحد الاجتماعات الإنعاشية كان يقوده قص يقول الناس أنه ممتلئ من الروح الكدس جمع القص أناسا كثيرين في الكنيسة وقال أنه سوف يشفي شخصا يعاني من الجيوبة الأنفية إذ أنه في قدرتي الروحية أن يقوم بذلك كنت أعتقد أن التهاب الجيوب الأنفية مرض يمكن الشفاء منه بسهولة في المستشفيات لذلك اهتممت بالأحرى أن أعرف كيف نال الروح الكدس لكن بعدما بدأ أن القص قد نجح في محاولات الشفاء التي جرت على يديه أخذ يتباهي بأنه يستطيع أن يتنبأ بما إذا كان سوف ينجح طالب أو طالبة المدرسة الثانوية في امتحان الكبول بالجامعة أم لا امتدحاه الكثيرون على قدراته كما لو كانت من الله لكنني لم أتمكن من فهمه ولم أستطع القول بأن قوة القص أي أن كانت لها أي علاقة بالروح الكدس لم أكن أفكر في أهمية ما إذا كان يمكنه أن يشفي التهاب الجيوب الأنفية أو يتنبأ عن نجاحه شخص في امتحان فلم أقدر أن أعتبر معجزاته الظاهرية من أعمال الروح الكدس إن قوة الله وحبه كما كنت أعتقد اختلفت عما رأيته لذلك توقفت عن الذهاب إلى تلك الكنيسة وكنت أتجنب الناس الذين قد آمنوا بقدرات ذلك الكس بعد ذلك ذهبت إلى كنيسة أكثر هدوء اخترتها لأني أعتقدت أنها تتعامل أكثر مع كلمة الله تعلمت عن النموس ومنه عرفت أنني آسم للغاية أصبحت أخاف من الله وعرفت أنني لا أستطيع أن أكون مكرما في محضره وبدأ أن روح يهملني مكتوب في إشعياء الإصحاح التاسع والخمسون الآية الأولى إلى الثانية ها إن يد الرب لم تكسر على أن تخلص ولم تسكل أذنيه على أن تسمع بل أسامكم صارت فاصلة بينكم وبين إلهكم وخطاياكم سطرت وجهه عنكم حتى لا يسمع كان هذا يبدو مناسبا لموقفي كان مستحيلا بالنسبة لي أن أصبح ابنا له وأنا للروح الكدس لأن كل ما فعلته أو فكرت فيه كان خاطئا كنت أخشى الله لذلك كنت أصلي بانتظام لأجل التوبة لم يكن لي أحد أن أفعل ذلك لكنني كنت أريد أن أحفظ ماء وجهي وأنا أقف أمام الله ولأنني كنت خاطئا جدا كنت أصلي أكثر بلجاجة من أجل التوبة لكن هذه الصلوات فشلت في أن تزيل خطاياي كل ما فعلته كان فقط أن أريته أفكاري وأمانتي لذلك بقيت خطاياي كما هي في من ذلك الوقت بدأت أشتكي على الله وتمنيت أن أكون كاملا في عينيه لكنني لم أستطع أن أكون كاملا في الحال لذلك ترقمت شكوي وخطاياي خلال هذه الفترة من الارتباك الديني أصيب أبي بولطة تألم لمدة أربعون يوما في غرفة العمليات وعلى أسرة المستشفيات قبل أن يموت لكن لم أستطع أن أصلي لأجل الأبي لمرة واحدة كنت خاطئا لذلك اعتقدت أنه إذا صليت لأجل أبي فإن ألمه سوف يزداد بحسب كنت فيديكن بسبب كلة إيماني وتمنيت أن أتبع الله لكن لم أستطع لذا استمريت في الشكوى وفي النهاية انصرفت عنه هكذا انتهت حياة الدينية اعتقدت أنه إذا أمنت به سوف يسكن روحه فيه وأجد السلام لكن الوضع لم يكن كذلك بعد ذلك صارت حياتي بلا معنى أكثر من زي قبل وعشت خائفا تعيسا لكن الرب لم يتخلى عني دبر أن أصادف مؤمنا نال حقا الروح الكدس من خلال كلمات الله علمت من هذا الشخص أن يسوع أخذ خطيانا خلال معموديتي من يحنى وأنه حكم بسببها على الصليب لذلك تم غفران جميع خطايا هذا العالم ومن ضمنها خطاياي عندما سمعت هذا وتمكنت أن أفهمه استطعت أن أرى أنني تطهرت من كل خطاياي وأعناني الله على أن أنيله مغفرة خطاياي وأعطاني بركة الروح الكدس ومنحني السلام في حياتي قودني فيه دوء وأعطاني فهما واضحا عن الخير والشر ووهبني قدرة التغلب على تجارب هذا العالم استجاب لصلواتي وساعدني أن أعيش حياة صالحة لها قيمة أشكر الله حقا لأنه وهبني الروح الكدس كل واحد مننا بورك بنعمة الرب وهو قادر أن ينال الروح الكدس أشكر الرب لأنه منحنا بشارته الحسنة الله بارك الأبرار بهذه السعادة لذلك فإن كلوب الأبرار فرحة لقد منحنا الرب السعادة الأبدية نحن نعرف كم يكون خلاص الله سمين وكذا حبه ونعمته ونحن شكرين لأجل ذلك أعطانا الرب السعادة من خلال بشارة السماء الحسنة وهذا شيء لا يمكن أن يشترى بالمال أرسل الله لنا الروح الكدس وكذلك البشارة الحسنة لكي يجعلنا مرفوعي الرأس متهللين البشارة الحسنة هي التي تبارك حياتنا أعطانا الرب البشارة الحسنة ويفرح بأن الأبرار يتمتعون بحياة مباركة كما هو مسجل في بشارة لوكا قالت مريم لأنه ليس شيء غير ممكن لدي الله هو زي أنا أمط الرب ليكن لك قولك إنجيل لوكا الإصحاح الأول الآية السابعة والثلاثون إلى الثامنة والثلاثون في اللحظة التي آمنت مريم بكلمات الله الحسنة كما تكلم بها ملاكه حبلت بيسوع كذلك أيضا الأبرار فمن خلال الإيمان يحملون بالبشارة الحسنة في كلبهم لأن نير سكله وعصى كذفيه وقضيب مسخرة كسرتهن كما في يوم مديان إشعياء الإصحاح التاسع الآية الرابعة الشيطان هو سبب كل الضيك والأمراض والذل في حياتنا ولكننا ضعفاء للغاية حتى نتغلب عليه لكن الله يحبنا لذلك حرب الشيطان وهزمه لأنه يولد لنا ولدا ونعطي ابنا وتكون الرئاسة على كذفيه ويدعي اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رئيسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليسبتها ويعددها بالحق والبر من الآن إلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا بشعياء الإصحاح التاسع الآية السادسة إلى السابعة لقد وعد الله أن يمجدنا بأن يجعلنا أبنائه بواسطة البشارة الحسنة التي جاء بها يسوع وهزم الشيطان حسب وعده وعتقنا من سلطانه جاء الرب إلى الأرض وبسلطانه وعد أن يطرح ظلمة الخطية لذلك نسمي الرب بالعجيب لقد صنع عجائب كثيرة لأجلنا كان قرار غامض من الله أن يأتي إلى هذا العالم ويصير ابن الإنسان هلما نتحجج يقول الرب إن كانت خطياكم كالكرمز تبيض كالسلج إن كانت حمراء كالدودي تصير كالصوف إشعياء الإصحاح الأول الآية السامنة عشر لقد وعد الرب أن يخلصنا من خطيانا ويهبنا المغفرة الأبدية يشار إلى يسوع بالعجيب وبناء على زلك صنع أعمالا عجيبة لأجلنا يدع اسمه مشيرا إليها قديرا إن الله باعتباره مشيرا لنا دبر خلاصنا بالبشارة الحسنة ونفذ خطته ليخلصنا إلى الأبد من خطيانا إن جهالة الله أحكم من الإنسان كانت حكمته أن يتعمد يسوع من يحنى وأن يموت على الصليب لكي يخلصنا من جميع خطيانا العمل الذي قام به لأجلنا سر خفي لكن ذلك هو نموس الحب الذي خلصنا من جميع خطيانا نموس الحب هو بشارة الحق التي تقودنا أن ننال الروح الكدس من خلال الماء ودمهم يقول الرب في إشعياء الإصحاح الثالث والخمسون الآية العاشرة أما الرب فسر بأن يسحكه بالحزن جعل يسوع نفسه زبيحة للخطيانا لكي يعمل مشيئة الله ودع خطايا العالم على ابنه يسوع المسيح وجعله يقاسي ألام الصلب عقوبة على تلك الخطايا هذه هي البشارة الحسنة التي خلصت البشر من خطاياهم مرة واحدة وإلى الأبد قدم المسيح حياته لأجلنا ودفع أجرة الخطيئة وباركنا بالخلاص النظام الإلهي للزبائح يتكلم الكتاب المقدس عن زبيحة كانت تقدم المغفرة عن الخطايا اليوم الواحد وكان يجب على الخاطئ أن يحضر حيوانا بلا عيب ويضع يديه على رأس الحيوان لكيضع عليه خطاياه ثم يسبحه ويسلم دمه إلى الكائن وكان الكاهن يأخذ بعض دم الزبيحة ويسكبه على كرون مسبح المحركة ويسكب الباكي أسفل المسبح بهذه الطريقة كان يخفر كل خطايا يوم الواحد كان وضع اليدين هو الطريقة التي من خلالها يدع الخاطئ خطاياه على الزبيحة الذين قدموا زبائحهم تبقى لنظام الزبائح استطاعوا أن ينالوا غفران خطاياهم كان نظام الزبائح هو السبيل المتبع للتكفير وعن خطايانا قديما قبل أن يمحوا يسوع كل الخطايا عين الله أيضا يوم الكفارة حتى تمكن شعب إسرائيل من التكفير عن خطاياهم التي ارتكبوها على مدار العام كانت الزبيحة تقدم في اليوم العشر من الشهر السابع عين الله هارون رئيس الكهنة ليكون الشخص الذي يضع خطايا العام لكل شعب إسرائيل على كبش الفداء نفذت تقسي تبقى لخطة الله وجاء غفران الخطايا نتيجة حكمة الله وحبه للبشر هذا وهو سلطانه كرون مسبح المحركة تقابلها في العهد الجديد أصفار الدينونة رؤية الإصحاح العشرون الآية الثانية عشر حيث تسجل خطايا البشر السبب الذي لأجله يضع الكهن دم زبيحة الخطية على كرون مسبح المحركة هو ليمحو أسماء الأشخاص وأسامهم من سفر الدينونة الدم هو حياة الجسد كله الزبيحة حملت خطايا شعب إسرائيل والتيس الزبيحة ليدفع أجرة الخطية جعلهم الله يقومون زبيحة حيوانية حتى يقبلوا فكرة الدينونة عن خطاياهم كان ذلك علامة حكمته وحبه لنا جاء يسوع المسيح إلى هذا العالم كتقدمة خطية حتى يتمم خطة الله رفع يسوع خطايا العالم خلال زبيحته إذا التفتنا إلى كلماته هذا الوعد نرى أمره الرب فصر بأن يسحقه بالحزن إشعياء إصحاح الخيم الثالث والخمسون الآية العاشرة أو محى خطية العالم يحنى الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون لأنه يولد لنا ولدا ونعطي ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه ويدعي اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام لنمو رئيسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته ليثبتها ويعددها بالحق والبر من الآن وإلى الأبد غيرة رب الجنود تصنع هذا إشعياء الإصحاح التاسع الآية السادسة إلى السابعة كان الوعد السري والعجيب هو أن يسوع سينفذ مشيئة الله ويعطي السلام لكل المؤمنين برفع خطايا العالم كان وعد الله وعد حب دبر من خلاله أن يأتي للسلام لكل البشر هذا هو ما وعدنا به الله وهذا هو ما حققه يقول مثل الإصحاح الأول الآية الثامنة عشر أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا لما كانت مريم وأمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمع وجدت حبلة من الروح الكدس يسوع تعني المخلص الشخص الذي سوف يخلص شعبه من خطاياهم المسيح تعني الملك الممسوح يسوع الملك لم يكن فيه خطية وهو ملكنا ومخلصنا الذي ولد من عزراء لكي يخلص شعبه من خطاياهم فستلت ابنا وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم وهذا كله كان لكي يتم ميكين من الرب بالنبي القائل متى الإصحاح الأول الآية الحادية والعشرون إلى الثانية والعشرون يسوع حمل كل خطايا العالم معه خلال معموديته مكتوب في متى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى السادسة عشر حينئذ جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يحنى ليعتمد منه ولكن يحنى منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له أسمح الآن لأنه هكذا يليك بنا أن نكمل كل بر حينئذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من السماء وإذا السماوات قد انفتحت له فرأى روح الله نازلا مثل حمامة وأتي عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت يحنى المعمدين يظهر في هذه الفقرة لماذا كان يجب على يسوع أن يعتمد على يد يحنى كان يجب أن يعتمد على يد يحنى لكي يحمل كل خطايا العالم ويمحوها جميعا تبقى لخطة الله لأنه يولد لنا ولدا ونعطي ابنا وتكون الرياسة على كتفه إشعياء الإصحاح التاسع الآية السادسة الرياسة هذا تعني أن يسوع هو الشخص الذي له الحكم والسلطان كسيد السماوات وملك العالم هذا هو السلطان الذي منح اليسوع المسيح فقط يسوع فعلا شيئا عجيبا ليمحو كل خطايا العالم كان هذا الأمر العجيب هو أن يعتمد بواسطة يحنى ما كان يعنيه يسوع بقوله هكذا يليكو بنا أن نكمل كل بر هو أن رفع كل خطايا العالم عمل حق ولائق في رمية الإصحاح الأول الآية السابعة عشر تقول لأن فيه معلم بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار بر الله معلن في الإنجيل هل البشارة الحقيقية للماء والروح تكشف فعلا بر الله؟ نعم فالبشارة الحقيقية هي أن يسوع المسيح رفع كل خطايا العالم بواسطة معموديته وصل به بشارة الماء والروح هي البشارة الحسنة التي فيها بر الله معلن كيف رفع يسوع خطايا العالم؟ رفع كل خطايا العالم عندما عمده يحنى في نهر الأردن كلمة البر تقابل في اللغة اليونانية ديكايو سون هذا يعني أن يسوع رفع كل خطايا البشر بأعظم الطرق عدلا وعجبا يعني أن تطهير يسوع للعالم من جميع خطاياه كان بالتأكيد حقا وعدلا كان على يسوع أن يتعمد من يحنى لكي يمحو خطايا العالم عرف الله أن معمودية يسوع ضرورية للغاية لكي يحل السلام بالبشر ما كان يسوع استطاع أن يصير مخلصنا لو لأنه اعتمد بواسطة يحنى وسفك دمه على الصليب قام يسوع بدور زبيحة الخطايا في رفع كل خطايا العالم يقول الله في إشعياء الإصحاح الثالث والخمسون الآية السادسة كلنا كغنم ضللنا ملنا كل واحد إلى طريقه والرب وضع عليه اسم جميعنا كان على يسوع أن يقبل كل خطايا العالم لكي ينفذ بشيئة الله لأجل ذلك جاء يسوع كذبيحة خطايا في جسد إنسان واعتمد من يحنى كان على يسوع أن يقبل كل خطايا البشر ويحاكم من أجلها حتى يتمم خطة الله ويعبر عن حبه السرمدي عندما خرج يسوع من الماء بعد معمودياتي قال الله هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت متى الإصحاح الثالث الآية السابعة عشر يولد لنا ولدا لأنه يولد لنا ولدا ونعطي ابنا وتكون الرئاسة على كتفيه ويضع اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام إشعياء الإصحاح التاسع الآية السادسة يسوع هو ابن الله يسوع هو إله الخليقة الذي خلق الكون كله هو ليس فقط ابن الله القدير هو أيضا الخالق ورئيس السلام يسوع هو الله الذي أعطى السعادة للبشر يسوع هو إله الحق رفع كل خطيانا خلصنا ومنحنا السلام هل هناك خطيئة في هذا العالم لا لا يوجد خطيئة السبب الذي لأجله نستطيع أن نقول بكل ثقة أنه لا يوجد خطيئة هو أننا نؤمن بالبشارة الحسنة التي تقول أن يسوع طهر العالم من جميع خطيئة بواسطة معمودياته ودمه على الصليب يسوع لم يجذب علينا يسوع دفع أجرة الخطيئة بمعمودياته ودمه وجعل كل من يؤمن بهذا ابنا له ومنح السلام لنا جميعا جعلنا نحي أبناء مقدسين له في الإيمان إلى الأبد أحمد الرب وأشكره هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم يحنى الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون يقول وفي الغد نظر يحنى يسوع مقبلا إليه فقال هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم ظهر يسوع المسيح مرة أخرى أمام يحنى المعمدين في اليوم التالي بعد أن رفع خطايا العالم بواسطة معمودياته وشهد يحنى ليسوع قائلا هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم وشهد مرة أخرى فيه يحنى الإصحاح الأول الآية الخامسة والثلاثون إلى السادسة والثلاثون وفي الغد أيضا كان يحنى وقفا هو واثنين من تلاميذه فنظر إليه يسوع ميشيا فقال هوذا حمل الله كان يسوع هو المسيح الذي جاءك حمل الله تماما كما وعد الله في العهد القديم المسيح يسوع المسيح جاء إلينا بصفته العجيب المشير الإله القدير واعتمد ليخلصنا من جميع خطيئنا ولد لنا ولدا أخذ كل خطايا العالم عن طريق معمودياته من يحنى ودفع أجرة الخطيئة وصار الرئيس السلام الذي يمنحنا السلام وغفران كل خطيئنا هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم سابقا لم يكن للناس خيار آخر عدلا أن يموتوا من أجل خطيئهم كان محتم على البشر أن يرتكبوا عددا لا يحصى من الخطايا بسبب طبيعتهم الخاطئة وفي نهاية المطاف مصيرهم النار عيشوا حياة بائسة لا يستطيع أحد منهم أن يدخل أو يحلم بملكوت الله نتيجة ضعفاتهم يسوع المسيح إلى هنا أخذ كل خطيئهم عندما تعمد من يحنى في نهر الأردن وصلب عقابا عن أسامهم قال المسيح عند موته قد أكمل يحنى الإصحاح التاسع عشر الآية الثلاثون كانت هذه صرخة شهادته بحقيقة أن يسوع خلص كل البشر من خطيئهم وموتهم وأنه خلص نهائيا من كل من آمن بالبشارة الحسنة هوذا حمل الله الذي يرفع خطيئة العالم هل تعرف أين خطايا العالم كلها أليس جميعها على جسد يسوع المسيح أين كل الخطايا والأسامة التي تزللنا في العهاز العالم جميعها انتقلت إلى يسوع المسيح أين كل خطيئنا إنها في جسد ملاه الرياسة على كتفيه في جسد الإله القدير كل الخطايا من الميلاد حتى الممات نحن نرتكب الخطايا طوال حياتنا ارتكبنا خطايا من أول يوم والدنا فيه وحتى يوم إن بلغنا سننا العشرين أين ذهبت كل تلك الخطايا التي ارتكبت لمدة عشرين سنة لقد انتقلت إلى جسد يسوع المسيح الخطايا التي فعناها بين سن العشرين والأربعين انتقلت إلى يسوع أيضا بصرف النظر عن عدد السنين التي يحياها الإنسان فإن الخطايا التي ارتكبها من بداية حياته حتى نهايتها قد انتقلت إلى يسوع المسيح جميع الخطايا التي ارتكبها البشر بداية من آدم وحتى آخر إنسان على وجه هذه الأرض قد انتقلت إلى يسوع وحتى خطايا أبنائنا وأحفادنا قد وضعت على يسوع كل الخطايا تم نقلها إلى يسوع وقت معموديته هل لا يزال هناك خطايا في هذا العالم؟ لا لم يبقى ولا واحدة ولم يعود هناك خطايا في العالم لأننا نؤمن بالبشارة الحسنة التي أعطاها لنا يسوع المسيح هل لديك خطايا في قلبك لا؟ آمين نحن نؤمن بالبشارة الحسنة التي تقول أن يسوع المسيح خلصنا من جميع خطاينا الحمد والشكر ليسوع القادر على كل شيء لأنه قام بهذا العمل العجيب من أجلنا أعاد إلينا يسوع المسيح حياتنا الضائعة الآن نؤمن بالبشارة الحسنة حتى يمكننا أن نحيا مع الله حتى الناس الذين كانوا أعداء لله الخطاء الذين ليس لديهم أي اختيار آخر سوى أن يختبئوا في الغيبات المظلمة يمكنهم الآن أن يخلصوا من خطايهم بواسطة الإيمان بالبشارة الحسنة تعلمنا البشارة الحسنة أن الرب غسلنا من كل خطاينا عندما تعمد من يحنى وصدب وقام أصبحنا أبناء الله المقدسين من خلال الإيمان ببشارة يسوع قدم يسوع جسده زبيحة من أجل خطاينا وهو ابن الله القدير الذي لم يفعل خطية واحدة في هذا العالم حمل كل خطايا العالم وخلص كل من يؤمن به أشعياء الإصحاح الثالث والخمسون الآية الخامسة يكون مجروح لأجل معصينا مصحوق لأجل أسامنا رفع يسوع كل خطايا العالم بما فيها كل من الخطايا الأصلية والخطايا الفعلية ولم يترك زنبا واحدا دفع أجرة الخطايا بموته على الصليب ومن ثم خلصنا من جميع خطايانا تهر يسوع جميع خطايا العالم من خلال هذه البشارة الحسنة وجدنا حياة جديدة من خلال يسوع الذين يؤمنون بهذه البشارة الحسنة ليسوا بعد أمواتا في الروح نحن لأينا لنا حياة جديدة أبدية لأن يسوع دفع كل أجرة خطياتنا ولذلك صرنا أبناء الله بواسطة الإيمان ببشارة يسوع المسيح الحسنة هل تؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله؟ هل تؤمن أيضا أنه مخلصك؟ أنا أؤمن يسوع المسيح هو الحياة بالنسبة لنا وجدنا حياة جديدة من خلاله كان مصيرنا الموت بسبب خطيانا وزنوبنا ولكن يسوع دفع أجرة الخطيئة من خلال معموديته وموته على الصليب حررنا من عبوديتنا للخطيئة من سلطان الموت ومن كيود الشيطان الرب هو الإله الذي خلصنا من خطيانا وصار المخلص لكل من يؤمن بيسوع عندما نتأمل عبرانيين الإصحاح العاشر الآية العاشرة والثانية عشر والرابعة عشر والثامنة عشر نجد أن الرب قدسنا حتى لا يكون هناك بعد احتياجه للحصول على مخفرة أخرى للخطايا ندخل ملكوت الله بالإيمان بيسوع كان مصيرنا الهليك بسبب خطيانا وأسامنا لكننا الآن نستطيع أن ندخل السماء ونتمتع بالحياة الأبدية بوسطة الإيمان بمعمودية يسوع ودمه الراعي الصالح يبزل نفسه عن الخراف يحنى الإصحاح العاشر الآية الحادية عشر جاء ربنا إلى هذا العالم لكي يخلصنا من خطايا العالم من خلال معموديته وموته على الصليب وقيامته هو أيضا يعطي سكن الروح القدس للذين نيلوا مخفرة خطاياهم بالإيمان بهذه الحقيقة شكرا لك يا رب فإن إنجلك هو البشارة الحسنة التي تستطيع أن تهب المؤمنين سكن الروح القدس هليلوا يا حمدا للرب شكرا لك يا رب